بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على الصالحين بذكره وطاعة الحمد لله الذي من على الصالحين بذكره وطاعة فرطعوا في الرياض الجنة لشغلهم بمراقبته وعبادته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من مخلوقاته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل دينه وولاته وسلم تسليما وبعد أيها الأحبة مع الحديث السادس من دورة الأحاديث القدسية قال الله عز وجل في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرى والآن مع التعليق والشرح غريب الحديث تحدث يعني أراض وحدث نفسه يعني تحدثت نفسك أنك أنت تعمل خير تعمل حسنات من جرى يعني من أجلي منزلة الحديث هذا الحديث أيها الأحبة يبين عظيم فضل الله عز وجل ورحمته بعباده ويبعث الأمل في نفس المؤمن ويدفعها للعمل الصالح وكسب الأجر والثواب فما أعظمه من حديث لترغيب القانتين من رحمة الله عز وجل كتابة الحسنات والسيئات تضمن الحديث بألفاظه المختلفة طريقة كتابة الحسنات والسيئات وأن ذلك على أربعة أنواع وهي ركم واحد الهم بالحسنة فإذا هم العبد بعمل حسنة ولم يعملها كتبها الله عز وجل يعني بكرمه سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى وصاحب العطاء فوالمعطي الوهاب سبحانه وتعالى المنان القابض الباسط سبحانه جل وعلا الله عز وجل برحمته وكرمه سبحانه جل وعلا وهو أكرم الأكرمين وهو أكرم الأكرمين الأكرم الجواد البر سبحانه جل وعلا انظروا كتبها الله عز وجل حسنة كاملة سبحانه وتعالى من دون مضاعفة له وقوله إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة المراد به الهم والعزم هم عملهاش لكنه هم فقط من داخلي والعزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل يعني هو عنده مصمم أن يفعل هذه الحسنة العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل وليس مجرد الخطر العابر ومما يدل على ذلك كولوه صلى الله عليه وسلم كما في المسند بإسناد الصحيح فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة وهذه نية الخير التي ينبغي على العبد أن يستصحبها في كل عمل ليكتب له أجر العمل وثوابه ولو لم يعمل وذلك قالوا أني تجارة العلماء وفي الحديث إن بالمدينة أقواما أسرتم مسيرة ولا قطعتم وديا إلا شاركوكم في الأجر حبسه مضعف قال زيد بن أسلم كان رجل يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال معه لله عمل فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى فقيل له قد وجدت حاجتك فعمل الخير ما استطاع فإذا فترت أو تركت فهم بعمله فإن الهام بفعل الخير كفاعله الهام بفعل الخير كفاعله الله أكبر على النيات والأجور من الله عز وجل العظيمة وعلى مجرد النيات رقم اثنين عمل الحسنة إذا عمل العبد الحسنة ضعفها الله عز وجل له إلى عشر أمثالها وهذه المضعفة ملازمة لكل حسنة يعملها العبد وأما زيادة المضعفة على العشر فهي لمن شاء الله عز وجل أن يضاعف له وقد تضعف إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثير كما ثبت ذلك في نصوص عديدة منها قوله تبارك وتعالى في النفق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبع مائة ضعف وفي السنن عن خريم ابن فاتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبع مائة ضعف وقد تضاعف إلى أكثر من ذلك كما في حديث دعاء السوق الذي رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة فاللهم ارفع درجاتنا يا رب العالمين وهناك أعمال أيها الأحبة لا يعلم مضاعفة أجرها إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم مضاعفة أجرها إلا الله سبحانه وتعالى كالصوم ففي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لأنه أفضل أنواع الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بأمور منها حسن إسلام المرء كما جاء ذلك مصرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله ومنها كمال الإخلاص وفضل العمل وزمن إقاعه وشدة الحاجة إلي رقم ثلاثة الهم بالسيئة الهم بالسيئات من غير عمل لها فإذا هم العبد بفعل سيئة ثم تركها من أجل الله فإنها تكتب له حسنة كاملة بشرط أن يقدر عليها ثم يطرقها خوفا من الله كما في الحديث إنما تركها من جر يعني من أجلي وأما إن هم بالسيئة ثم تركها مراءاتا للمخلوقين أو خوفا منهم أو عجزا عنها فإنه لا يستحق أن تكتب له حسنة كاملة بل تكتب عليه سيئة النية كما في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر يعني هو نوى سوء ولا عزو الله وذكر منهم رجلا لم يرزق الله عنه جل مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان من أهل المعصية والفسق فقال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فوزره ما سواء وأما إن سعى إلى المعصية ما أمكن ثم حال بينه وبينها القذر فقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه يعاقب عليها حينئذ عقاب منفع لها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه وأما إذا لم تصل المعصية إلى مرتبة الهم والعزم كأن تكون مجرد خاطر يمر على القلب ولا يساكنه بل ربما كارهه صاحبه ونفر منه فإنه معفو عنه ولا يحاسب المرء عليه بدليل قوله سبحانه أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فإن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة الكرام رضي الله عنهم فظنوا دخول الخواطر فيها فنزلت الآية بعدها وفيها قوله سبحانه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال سبحانه كما في الصحيح قد فعلت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ركم أربع عمل السيئة فإذا عمل العبد سيئة فإنها تكتب عليه من غير مضعف كما قال سبحانه من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لكن عقوبة السيئة قد تعظم لأسباب عدة منها شرف الزمان فالسيئة أعظم تحريما عند الله عز وجل في الأشهر الحرم قال سبحانه إدن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقدنا سبحانه وتعالى عن ظلم النفس في جميع أشهر السنة واختص منها الأشهر الحرم فجعل الذنب فيها أعظم ومنها كذلك شرف المكان كالبلد الحرام قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم وذكه من عذاب أليم يقول عمر رضي الله عنه إني أخطئ سبعين خطيئة يعني بغير مكة لأن أخطئ سبعين خطيئة بغير مكة أحب إليه من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة يقول يعني أن أنا أفعل سبعين خطيئة أو معصية أو ذنب في غير مكة أحب إليه من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة وقد تضعف السيئة لشرف فاعلها ومكانتها عند الله تعالى قالت علي يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة وضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا كذلك أحب لا يهلك على الله إلا هلك وبعد هذا الفضل العظيم والرحمة الواسعة منه جل وعلا لا يهلك على الله عز وجل إلا من استحق الهلاك وأغلقت دونه أبواب الهدى والتوفيق مع سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم كرمي حيث جعل السيئة حسنة إذا لم يعملها العبد وإذا عملها كتبا واحدة أو يغفرها سبحانه وتعالى وكتب الحسنة للعبد وإن لم يعملها مدام أنه نواها فإن عملها كتبها عشر سعة حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد وكلت حسناته مع أنها مضاعفة فوالهالك المحروم ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ويل لمن غلبت وحداته عشراته نسأل الله تبارك وتعالى العفوة والعفية سؤال الدرس أذكر الفوائد من الحديث مختصرا ثلاثة فوائد فقط لا غير إن شاء الله تعالى شكرا